وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد أما بعد أحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم وستفساراتكم على هواتف البرنامج أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات فضلي أخت حنان السلام عليكم عليكم السلام أهت الله عفاك طيب يا شيخ مرحبا الحمد للتفضل السؤال الأول بالنسبة لصلاة الفجر لما أصحى لما أستيقظ لصلاة الفجر بحاول أجمع فيها أني أكون متيقضة علشان الخشوع ولكن أحيانا كثيرا بفقد هذا الخشوع بكون منذها للأركان والواجبات أكثر من الخشوع هل يعني إيش الطريقة الصحيحة علشان يعني طبعا بسبب أنه أنا رسا مستيقظة من النوم فما بكون واعية جدا فإيش الفروج ممكن أعملها طبعا كاستيقاظ قبل بمدة طويلة حاول نفس الشيء كاستيقاظ على وقت الفجر برضو نفس الشيء فأفتقد الخشوع أحيانا في صلاة الفجر بس يكون منتبهة للصلاة إن شاء الله نصيحة بالنسبة لهذا السؤال الأول السؤال الثاني يا شيخ بالنسبة له اسم الله العدل أنا إنسان مؤمنة بإسم الله العدل في الدنيا والآخرة والله عادل في الدنيا والآخرة ولكن بسمعنا أنه ليس شرط أنه لو صار عليك ظلم في الحياة أنه أنت تأخذ حقات في الحياة وأنه العدل فقط في الآخرة هل هذا الكلام صحيح؟ يعني أنا إنسان مؤمنة أنه العدل في الدنيا والآخرة إيش ما صار؟ حتى لو ما تحقق العدل قدام عيني فإنه ربنا عادل بس لما بسمع هذا الكلام شوية بيصير في التشتت فحابة يعني أعرف هل هم كلامهم صحيح أنه فقط العدل في الآخرة وليس في الدنيا طيب طيب بالسؤال الثالث إيش هي موجبات الغسل بالتفضيل؟ إيش الأشياء اللي توجد الغسل؟ إن شاء الله السؤال الرابع هل الإسرائيليات مختلفة عن التوراة؟ أم هم نفس الشيء؟ لأنه سمعتك يا شخص تقول أنه الإسرائيليات ما بنفضعها ولكن اللي أنا بتذكره أنه إحنا التوراة والإنجيل لا ننكره ولا يعني ما لنا أي تعليق فيه يعني ما بننكر عليهم ولا بنقره إن شاء الله ولكن هل الإسرائيليات أنا أصدها مباشرة؟ إن شاء الله يا حنان الله يعافيك يا شخص مرحبا كراندت مع السلام طبق عبد العزيز السلام عليكم شيخ عليكم السلام أبت الله شيخ الصلوات في السفر يوم نقصرها هل نيب الأذكار الصلوات؟ إن شاء الله وبالنسبة للتسبيحات يعني حين التسبيحات في اختطار سبحان الله سبحان الله عشر مرات والحمد لله عشر مرات والله عشر مرات فهل نختمها لا إله إلا الله ومثل مع أن نختم يوم نقونا ثلاثين مرات ثلاثين مرات إن شاء الله مرحبا عبد العزيز أمت الله السلام عليكم عليكم السلام أمت الله يا شيخ عندي شدة أسئلة وسمحت تفضل أختي السؤال الأول هل النبي صلى الله عليه وسلم قال أمتي لا تألفان يعني في التاريخ الهجري أمتي إيش لا تؤلفان يعني لا توصل التاريخ الهجري إلى التاريخ الالفين أمتي لا تؤلف يعني يعني لا توصل إلى التاريخ الالفين لا تصل إلى الالفين نعم طيب سؤال الثاني السؤال الثاني هل النار والجنة هي مخلوقة في الصماء кого في الأرض من هي الجنة والنار الجنة والنار نعم إيش فيهم هل هم مخلوقين في الصماء في الأرض نعلم النبي صلى الله عليه وسلم أرقائي للسماء عندما تشف له في الصماء والنار. هل يجب السماع في الأرض؟ إن شاء الله. السؤال الثالث يا شيخ للمرأة المحائبة لا يجوز لها أن تتحنى نقوش؟ طيب. ولا يعني ولا تنظر إلى الجناز أو تقبلها بعد الضغطية؟ طيب. يا شيخ لو سمحت يعني بدي أتكلم معك في موضوع لو سمحت تقلدي السؤال هذا على اسم حمزة. اسم حمزة؟ أيوة تجاوبني على السؤال هذا اللي سأقول بالآن لأني ما أشتري اسمها بإسمي. قصدك على الواتس أب؟ لا لا. كيف؟ الآن مباشر. الآن مباشر. إيش تبغير؟ إيش السؤال؟ السؤال يا شيخ هذه عنده دن يطبع بثلاثة ملايين أو أكثر. أبيك إيش؟ شل دن يعني بثلاثة مليون أو أكثر. ما فهمت يا أختي أمت الله. أبوك عنده ثلاثة مليون إيش هذه حق إيش؟ شلدها يعني قهوة يسموا يمكن. ما نسمي عندما بل. بل؟ بل يعني قهوة قهوة. قهوة ها. ايه؟ نعم بارك الله بك شلد ثلاثة مليون. أيوة. ألو. بعدين يا شيخ. العشرين القيلوه بخمسة واربعين ألف يمن. أيوة. بعدين هاجتت العملة إلى عشرين ألف إلى خمسة وعشرين ألم فالح. وهو ما زل بيجون الزكاة. عرفنا صحالي عن والد بس بإسم حمزة. الله وخلي. إي لا بس ما خلف. إن شاء الله سأقدم نصيحة. لكن إلى الآن السؤال ما فهمت عدلي أختي أمت الله. ما فهمت الله السؤال. أبوك الآن. سامحيني. انتظري عليه شوي. أبوك اشترى قهوة بثلاثة مليون. نعم. ثلاثة مليون. اشتراها من شخص. أبوك الآن اشترى قهوة بثلاثة مليون. وبعدين ما سدده. فانخفضت القيمة. وصلت إلى خمسة وصلت إلى كم؟ خمسة واربعين ألف. أيوة. بس هو قد سدد. يعني بس الزكاة الزكاة. له توقف علينا أربع ثنوات. ما أبي ما زكش عليه. يعني أنت تسألين عن زكاة البن هذا. أيوة. نعم. كنا بدي تجربوا هجفة العملة إلى أفعب ثق. أي. والبن موجود هذا؟ نعم. هو مازال يا شيخ موجود. ومازال في العملة تهبط تحت. يعني حاطه في السوق يبيع ويشتري فيه. لا. ما استطاع. لأن العملة هجفت. هبطت. والبن ما أحد يشتريه يعني؟ أي. وصح ما أحد يشتريه. وحنا أنا أخايفة من الزكاة. وحالة ما يشتريه. والحال بأس. طيب. طيب. بس أنت ذكرت خمسة أربعين ألف وعشرين ألف. إيش هذه شغلتهم؟ يعني. بالوقت ما جرته. هذه كان العملة مرتفعة جدا. وبعد ما إحنا شغلنا حاجة العملة إلى أخرى أربعة وعشرين ألف. يعني ثلاثة مليون أصبحت الآن عشرين ألف. أي. أصبحت العشرين الكيلو. نحن سللنا بثلاثة مليون. وبعد ما العشرين الكيلو هذا. هذه كانوا بخمسة واربعين. أصبح الآن باربعة وعشرين. إن شاء الله يا أم أمت الله. واضح. عطيني السؤال للخامس. الله يخذك. بس هذا السؤال تعطيني بإسم حمزة. الله يعطيك العافية. أبشر إن شاء الله. الله يبشرك بوجه النبي إن شاء الله. خلصتي خلاص؟ السؤال يا شيخة. هلأ أني سمعت الناس يقولوا رحوا إلى البيت الحرم في الجوم. بعدا قالوا على أن البيت الحرم ونوري. بس الحرم الخارجي الحرم المكي وحشي. مع أن أثر الله مصنع عنهم. من أثر قرية. أعيدي أعيدي كيف الحرم المكي؟ أعيدي السؤال؟ قالوا على أن الحرم المكي الخارجي يعني خارج مكة على أنها وحشة. على أنها إيش؟ على أنها وحشة يعني قلت من أثر قرية لها بكلام صحيح. الحرم قصدك منطقة الحرم؟ الحرم الخارجي يعني إيه. وسمع تناس قلوها كذلك من قريةنا وقالوا على أن مكة من خارجها وحشة. على أن هذا الشيء دليل على أهل القرش أنه كانوا فيها مشرفين. وعلى أن المكيبيت النبوين أنه ريس الألاء لما طال على البدر العليمي. والله ما فهمت ما فهمت يا أختي الفاضلة ما فهمت. أنت تقصدين الآن تتكلمين على منطقة الحرم المكي؟ الحرم المكي يعني مش عنه لك بيت الله؟ أي طيب خلينا من المسجد الحرم. أنا المسجد الحرم معروف تتكلمين عن منطقة الحرم. إيش فيها هذه؟ إيش المشكلة فيها؟ المشكلة فيها قلك على أن هي فيها وحشة يعني خاصة. لا تستعدين بالكلام يا أختي. شوي شوي حب حب عشان أفهم. حب حب عطيني. إيش؟ طيب. يعني على أن المحرم المكيب الخارجي على أنه وحشة يعني ما يستعمل فيه. وحشة؟ أيوة يعني قالت أنه وحشة من آثار قريش. أنا لا أعرف كلام صحيش؟ وحشة من آثار قريش؟ نعم. يعني الآن مقصود ولا قديم؟ لا الآن قالت ما زالت إلى الآن. يعني مكة مقصود منطقة مكة المعمورة الآن؟ أيوة يعني مكة بنفسي. يعني أقول لك الحرم الخارجي. الحرم الخارجي. طيب. والمدينة إيش قلت المدينة؟ والمدينة على أن المدينة المنورة نور. وكلها مستئنسة داخلها وخارجها. ليس قالوا على أن المدينة عليه الصلاة والسلام عندما رجع إليها. نشهد عليه. طال على البدر وعلمة. طيب. السؤال الأخير. عندك سؤال أخير؟ لا يا شخ. شكرا. يلا. بارك الله فيك. طيب. أكتفي بهذا القدر يعني. طيب. أم عبد الرحمن من عجمان بالأمس سألت سؤالين. يظهر السؤالين معناهما واحد. فيما يظهر يا أختم عبد الرحمن من عجمان. قلت بأنك حلفت على شيء أنك ما سويته. وسويته. هذا كلامك. وبعدين تقولين حلفوني على القرآن أنك ما تسوين هذا الشيء. و رحتي سويته. عموما أختم عبد الرحمن بارك الله فيك. بالنسبة للإنسان يجب عليه أن يعظم اليمين. ولا يلجأ إلى اليمين إلا إذا احتاج إلى ذلك. لقول الله عز وجل. واحفظ أيمانكم. و المسلم لا يجوز له أن يحلف بالله تعالى كاذبا. لا بإسم من أسمائه. ولا بصفة من صفاته. و يحرم عليه أن يحلف بالله كاذبا. و قد عدى كثير من أهل العلم أن الحلف بالله كاذبا. أن من حلف بالله كاذبا. فهو يمين غموس بإطلاق. و من أهل العلم من قيد اليمين الغموس. أن يحلف بالله كاذبا. ليقتطع حقه من رئم مسلم. و من أهل العلم من جعل اليمين الغموس. لكل من حلف بالله كاذبا. نسأل الله العافية والسلامة. فأنت في السؤال الأول. قلت بأن حلفوك على. أو حلفت على شيء. أنك أنت ما سويته. وأنت سويته. هذا كذب والعياذ بالله. و يجب عليك أن تتوب إلى الله. و أن تستغفر الله. و أن لا تعود لمثل هذا أبدا. لا تعود لمثل هذا أبدا. إلا إذا كان والله يترتب على قضية. عدم حلفك إزهاق نفس مثلا. أو مثلا ضرر كبير. ممكن أن تعرضين بالكلام. تقولين والله ما سويت. و تقصدين شيء آخر. هذا يسمون التعريض. ما تلجئين إليه في كل حالة. و إنما إذا اضطرت إلى ذلك. إذا اضطرت إلى ذلك. بل بعض العلماء يذهب إلى حرمة الحلف. حتى في الأحوال هذه. و ذلك لعظم اليمين. فأنت في سؤالك الأول. ارتكبت ذنب كبير. و هو الحلف بالله تعالى. كذبا. فعليك التوبة و الاستغفار. و ليس عليك شيء غير ذلك. الأمر الثاني. ما يتعلق بأنه حلفوك على القرآن. أنك ما تسوين هذا شيء. و رحت أنت سويته مستقبلا يعني. هذا فيه كفارة اليمين. و ذلك أن القرآن. كلام الله. صفة من صفاته. منزل غير مخلوق. و يجوز للمسلم أن يحلف بصفات الله عز وجل. كأن يقول. و حياة الله. و كلام الله. و عزة الله مثلا. يجوز. فأنت حلفت الآن بصفة من صفات الله عز وجل. و هو القرآن. الذي هو كلامه منزل غير مخلوق. على الشيء ما تفعلين مستقبلا. و رحت فعلتي. إذن عليك كفارة يمين. و هي إطعام عشرة مساكين. فإن لم تستطيعي. تصومين ثلاثة أيام. بارك الله فيك. حنان من السعودية. تقول أن لما أقوم إلى صلاة الفجر. أحاول جاهدة. أني أخشع في الصلاة. لكن. بسبب. يعني. القيام. والاستيقاظ. و شيء من هذا القبيل. تقول. يعني. يصعب علي الخشوع في صلاة الفجر. تريد نصيها. أختي حنان. بارك الله فيك. أولا. بالنسبة لصلاة الفجر. عظمها الله عز وجل. بقوله. و قرآن الفجر. إن قرآن الفجر. كان مشهودا. قال العلماء. و قرآن الفجر. يعني صلاة الفجر. سماها الله قرآنا. لأن المشروع للمسلم. في صلاة الفجر. أن يطيل. كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. يطيل في صلاة الصبح. صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني. بالنسبة لصلاة الصبح. لا شك بأنها علامة و فارق. بين المؤمن و غير. بين المؤمن و بين المنافق. و لذلك النبي عليه الصلاة والسلام. قال أثقل الصلاة على المنافقين. صلاة العشاء و صلاة الفجر. ولو يعلمون ما فيهما. لأتوهما ولو حبوا. و كان النبي عليه الصلاة والسلام. يسأل أصحابه في صلاة الفجر. هل صلى معنا فلان؟ هل صلى معنا فلان. فإذا قالوا لا عرف بأنه من المنافقين. و من فضاء لصلاة الفجر. أن ملائكة الليل و ملائكة النهار. تجتمع في صلاة الفجر فملائكة الليل يرفعون عمل الليل وملائكة النهار يبدعون بكتابة عمل النهار صلاة الفجر لا شك أنها بداية اليوم ولذلك اليوم يبدأ من صلاة الفجر ولقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على التبكير إلى العمل من بعد صلاة الصبح وكان يدعو ويقول اللهم بارك لأمة في بكورها أو كما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم وأنا حينما أقول هذا الكلام يا أختي حنان أقول هذا الكلام لك ولغيرك حتى يتنبه لصلاة الفجر ولذلك شرع للإنسان أن يقوم الليل خاصة قبل صلاة الصبح حتى يكون متهيئ لصلاة الصبح ويدخل إلى صلاة الصبح بنفس رضية وبنفس مطمئنة وبإقبال وبنشاط ولذلك طبيعي جدا أن الشخص الذي يقوم على صلاة الفجر فقط ستجد يعني سيشعر عدم النشاط وسيشعر بالكسل والملل وربما يريد فقط أن يصلي ويرجع طبيعي لكن الشخص الذي يهتم لصلاة الفجر جاءت الشريعة فسنت قيام الليل وسنت تأخير الوتر إلى آخر الليل لماذا رعاية لهذه الصلاة العظيمة التي أحبها الله وفرضها وشرع فيها الإطالة وفيها أحكام كثيرة أنا ذكرت بعضها فقط ولذلك أختي الفاضل النصيحة لك أولا إذا استيقضت أن تمسحي النوم عن وجهك وذلك بمسح وجهك بيديك فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا استيقض مسح النوم بوجهه صلى الله عليه وسلم عفوا مسح النوم عن وجهه بيدي مسح النوم عن وجهه بيدي صلى الله عليه وسلم الثاني أن تذكرين الله عز وجل تقول لا إله إلا الله أو تقولين الأذكار لا استيقاظ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وتأتيب ببعض الأذكار الأمر الآخر تحرصين على أن تقومي قبل صلاة الفجر مهم جدا ذكرت لك أنا قبل قيل ولذلك من المهم أن تقومي قبل صلاة الفجر فتصلي ما يعني يكتب الله عز وجل لك و كلما أخرت الوثر فهذا طيب تقومين قبل صلاة الصبح فتصلينا وتوترين وتجعلين آخر صلاتك بالليل وثرة وتتركين مسافة أو زمن بين الوثر وبين أذان الصبح و في هذا الفترة تستغفرين الله سبحانه و تعالى طبعا الوضو إذا توضأتي لا شك بأن الوضو عبادة و هو أيضا ينشط البدن و يطرد الكسل و الملل كذلك اخت الفاضلة احرصي على أن تذكر الله بين الأذان و الإقامة أو تكثرين من الدعاء فقد ورد عن النبي عليه الصلاة و السلام أنه قال الدعاء بين الأذان و الإقامة لا يرد و مما ثبت عنه صلى الله عليه و سلم أمره أمر إرشاد أن يسأل الإنسان العافية بين الأذان و الإقامة فيقول اللهم إني أسألك العفو و العافية في الدنيا و الآخرة هذا مما ثبت عنه صلى الله عليه و سلم كذلك إذا أذن المؤذن للفجر ترددين خلفه ثم تأتين بالصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم و الدعاء تقولين اللهم صلي على محمد ثم تقولين اللهم رب هذه الدعوة التامة و الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة و الفضيلة و ابعث مقاما محمودا الذي وعدته ثم بعد ذلك تصلين سنة الفجر القبلية و السنة تخفيف هاتين ركعتين فقد ثبت من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه و عليه و سلم كان يخففهما تخفيفا حتى تقول عائشة ما أدري أقرأ الفاتحة أم لا من باب المبالغة و إلا النبي عليه الصلاة و السلام كان يقرأ الفاتحة في الركع الأولى و يقول يا أيها الكافرون و يقرأ في الركع الثاني الفاتحة و يقول هو الله أحد ثم بعد ذلك تقبلين على صلاتك و أيضا تجلسين بعد الصلاة تأتين بأذكار الصلاة و إذا أحببت أيضا أن تأتي بأذكار الصباح فهذا جيد و أسأل الله تعالى التوفيق لك و للجميع حنان تقول من اسم الله العدل في الدنيا و الآخرة لكن يقولون بأنه ليس شرطا أن الإنسان يأخذ حقه في الدنيا و لكن سيكون في الآخرة تقول يعني كيف يعني هل مثلا أنا مؤمنة بأن الله هو العدل أختي حنان بارك الله فيك أولا بالنسبة للعدل هو صفة من صفات الله عز وجل و لم يثبت فيما أحفظ أن العدل اسم من أسماء الله تعالى لكن يجوز أن يخبر عن الله بالعدل تقولين الله هو العدل الله هو العدل لكن من صفاته العدل و لذلك الله عز وجل أمر بالعدل قال سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل و الإحسان و إيتاء ذي القربة و ينهى عن الفحشاء و المنكر و البغي الله جل وعلا حرم الظلم على نفسه و حرمه على خلقه و عباده قال الله جل وعلا و ما ربك بظلام للعبيد قال جل وعلا و ما ظلمناهم و قال تعالى في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي و جعلته بينكم محرما فلا تظالموا نبي عليه الصلاة و السلام قال الظلم ظلمات يوم القيام أمر الآخر أخت الفاضلة بالنسبة للمسلم يجب عليه أن يتعامل مع أحكام الله و مع شرع الله على مقتضى التسليم على مقتضى التسليم فإذا آمنت بأن الله تعالى هو العدل آمنت بأن الله تعالى هو العدل جل وعلا و أنه لا يظلم أحدا و أنه يعطي للمظلوم حقه فلا يجوز للعبد العبد المربوب المخلوق المدبر من الله عز وجل أن يقول لا بد أن يأخذ ربنا جل وعلا للمظلوم حقه في الدنيا قبل يوم القيام هذا تحكم و لا يجوز للإنسان أن يفكر به هذا مجرد تفكير كيف و إذا نطق به أو عمل بمقتضاه فالله عز وجل لا يسأل عن ما يفعل و هو الذي يسألونه و لذلك أحكام الله جل وعلا على العدل و الله سبحانه و تعالى يخلق ما يشاء و يختار و الله جل وعلا يدبر الأمر سبحانه و تعالى أنت ما تدرين كثير من الظلم هؤلاء الذين ظلموا الآخرين ربنا جل وعلا يمهلهم و يفسح لهم في الأجل و يعطيهم الفرص فقد يتوب إلى الله عز وجل توبة يغفر الله جل وعلا لهم ما سلف و كان و الأجر يكون للمظلوم أي المظلوم يأخذ أجره و ثوابه و قد يعجل الله عز وجل العقوبة للظالمين و لذلك العقوبات أخت الفاضلة في إذا تأملنا و استقرأنا نصوص القرآن و السنة نجد بأن هناك من العقوبات ما يعجله الله في الدنيا و يكون قصاص للإنسان و لا يؤاخذ يوم القيامة و هذه كثيرة الآن موجودة يعني ذنوب الله عز وجل يسلط على العبد عقوبة فلا يؤاخذه يوم القيامة بهذا الذنب في عقوبات يؤجلها الله عز وجل يوم القيامة و هذا هو الغالب أن من لقي الله عز وجل بذنوب و بعضائم سيحاسبه الله يوم القيامة هناك عقوبات يعاقبه الله عز وجل في الدنيا و كذلك يدخل له يوم القيامة العذاب مثل ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة و السلام قال ما من ذنب أجدر يعني أحرى وأحق ما من ذنب أجدر أن يعجل الله فيه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره في الآخرة من البغي البغي و قطيعة الرحم قال العلماء البغي هو الظلم و قيله هو الكبر و قيله هو الخروج على ولاة الأمر هذه تفاسير أهل العلم و قطيعة الرحم أي قاطع رحم العقوبة معجلة في الدنيا و يدخل الله عز وجل له العقوبة في يوم القيامة أمر آخر أخت الفاضلة ما من مسلم يوم القيامة إلا و يتمنى أن الله تعالى أجل عقوبة هذا الظالم حتى يأخذ من حسناته يوم القيامة أبداً الإنسان يوم القيامة يتمنى حسن يتمنى حسن فأنت أحياناً تريدين أن تشفي غليلك صح أو لا لا تقول أن يعني أنا دعوت على هذا الظالم لكن الله ترك لحكمة أرادها الله سبحانه و تعالى يوم القيامة تمنيت أنك ما دعوت عليه لماذا؟ يوم القيامة ما في دنانير ولا دراهم ما في يعني الإنسان يفتدي نفسه بشيء حسنات سيئات كما قال النبي عليه الصلاة و السلام فكيف بإنسان يأتي يوم القيامة و يأخذ من حسنات هذا الظالم في يوم أحوج ما يكون فيه إلى حسن واحد وهو يغرف من حسنات هذا الظالم إن كان عنده حسنات فإذا فنيت حسنات و أخذت من سيئات المظلوم فكبت فيه فكبت على سيئات الظالم و لذلك تلفاضة المؤمن دائماً يفسر هذه الأشياء تفسير إيماني يعني بعض الناس الآن يقول شوف بعض هؤلاء الظلماء هؤلاء الذين لا يخافون الله الله عز وجل يغذيهم بالنعم و يمدهم بالصحة فهنا يبدأ يقف على حافة الشك و العياذ بالله هذا ضعف الإيمان هذا ما فهم حكمة الله عز وجل هذا ما عرف اسم الله الحكيم من أسماء الله الحكيم العليم الخبير و إن عن هذه الأسماء أسماء الله الحسنة اللي قال النبي عليه الصلاة و السلام إن لله تسعة و تسعين أسمة مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة و من الإحصاء أني أفهم معاني هذه الأسماء الحسنة فلله الحكمة البالغة قارون قارون قذاه الله بالنعم و أعطاه حتى قال تعالى ما إن مفاتيحه لتنؤ بالعصبة أولي القوة يريد الله منه أن يتوب لكنه يزيد في الكفر و الضلال قال فخسفنا به و بداره الأرض فلذلك اخت الفاضلة يجب أن تسلم لربه جل وعلا و أن تعلم بأن الله تعالى يخلق ما يشاء و يختار و يفعل ما يريد ما كان للخلق الخيرة و إنما الخلق يجب عليهم التسليم لله سبحانه و تعالى حنا من السعودية تسأل تقول يعني ما هي مجبات الغسل بالتفصيل أخت الفاضلة بالنسبة لمجبات الغسل يعني الغسل الواجب ثلاثة بالإجماع أولها الجنابة و ثانيها الحيض و ثالثها النفاس أما الجنابة فقد دل على هذا القرآن و السنة و الإجماع و أما الحيض فقد دل على هذا القرآن و السنة و الإجماع و أما النفاس فقد دل على هذا السنة و الإجماع و القياس الصحيح على الحيض بجامع الدم الولادة أو الدم الذي قيس على دم الحيض دم الولادة الذي قيس على دم الحيض هذه موجبات الغسل أخت الفاضلة فمنها الجنابة الجنابة سواء كانت باحتلام بنوم أو كانت باستيقاظ بجماع أو بغير ذلك أو باستمناء أو بغير ذلك و الحيض معروف دم جبلة و طبيعة ينزل على المرأة في الشهر و هو أمر كتب الله على بنات آدم و النفاس سببه الولادة هناك بعض الموجبات محل خلاف عند أهل العلم منها غسل الجمعة على البالغ لقول النبي عليه الصلاة و السلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم لكن هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء و الجمهور يذهبون إلى أن غسل الجمعة سنة مؤكدة و ليس بفريضة لازمة و من أهل العلم ذهب إلى وجوب غسل الجمعة و أخذوا بظاهر الأحاديث و من أهل العلم ذهب إلى أن غسل الجمعة يجب على من لم يغتسل طوال الأسبوع أو كان عليه شيء من الغبار أو شيء من التراب حنان من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة للإسرائيلية تقول هل هي تختلف عن التوراة أو الإنجيل و ما موقفنا تجاهها أختي حنان بارك الله فيك أولا بالنسبة للإسرائيليات يقصد بها ما ينقل عن التوراة و عن الإنجيل و غير ذلك و غير ذلك و لذلك النبي عليه الصلاة و السلام قال حدثوا عن بني إسرائيل و لا حرج حدثوا عن بني إسرائيل و لا حرج و قال عليه الصلاة و السلام إذا حدثكم بني إسرائيل فلا تصدقوهم و لا تكذبوهم فلا تصدقوهم و لا تكذبوهم و المعنى أننا أحيانا بالنسبة للروايات الإسرائيلية أو الأخبار الإسرائيلية الموجودة طبعا المنقولة في كتب التفسير عندنا موقفنا تجاهها أولا إذا وافقت ما عندنا من الحق في كتاب الله و في سنة رسول الله كأن يأتي خبر إسرائيلي موجود في كتب التفسير يؤيد ما جاء به محمد محمد صلى الله عليه و عليه وسلم فنحن نستأنس به نستأنس به و نتحدث به للاستشهاد لا للاعتقاد للاستشهاد لا للاعتقاد لماذا؟ لأن عندنا ما هو خير منه كتاب الله و سنة النبي عليه الصلاة و السلام لكن من باب الاستئناس من باب الاستشهاد ما في بأس أما إذا ورد خبر إسرائيلي يتعارض و يتصادم و يتناقض مع ما عندنا في كتاب الله و في سنة رسوله و في عقيدتنا فيحرم على الإنسان أن ينقله فضلا أن يصدقه و يعتقده يحرم نقله فضلا عن تصديقه و الاعتقاد به مثل أن يأتي خبر بتجويز الشرك بالله أو الكفر بالله مثلا أو عبادة غير الله أو إباحة ما حرم الله مثلا هذا لا يجوز يبقى عندنا أخبار ليست على سبيل الاستئناس مثلا فيما عندنا أو ليس فيها شيء محرم نحن موقفنا لا نصدقها ولا نكذبها نقول يمكن و نقف و نترك هذا الشيء يعني أحيانا تأتي أخبار مثلا ما تضيف إلينا شيء مثلا من الاستئناس أو الاستشهاد مثلا فهذه لا نصدقها ولا نكذب نتركها كما هي و لذلك تلفاظنا القرآن أنزله الله عز وجعله مهيم على جميع الكتب السماوي و القرآن الذي هو كلام الله عز وجل هذه المعجزة هي أعظم معجزة أنزلها الله عز وجل منذ أن خلق الله الدنيا لماذا؟ لأن كل نبي أوتي من الآيات و المعجزات ثم تذهب و لا تستمر المعجزات الأنبياء ما تستمر أشبه بعود كبريت يقدح فينطفع و النبي عليه الصلاة والسلام لديه معجزات كثيرة حتى ذكر بعض العلماء ما يزيد على ألف معجزة و منها ما يصح و منها ما لا يصح لكن وين المعجزات هذه؟ ذهبت اقتربت الساعة و انشق القمر رأى الناس القمر فلقتين فلق على يمين جبل أبي قبيس و فلق ثاني على يسار جبل أبي قبيس وين رجع؟ هذه آية هناك آيات كثيرة لكن القرآن أنزله الله عز وجل و تكفل بحفظه قال تعالى إِنَّ نَحْنُ نَزَّلْنَا الدِّكْرَةِ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ و لذلك نزل هذا القرآن ليمثل معجزة تتحطم على صخرة هذا الكتاب العظيم كل الدعاوة و كل المناكفات و كل ما كان العرب يقولونه من المشركين يريدون إجهاض دعوة النبي عليه الصلاة والسلام تحطمت على صخرة هذه المعجزة فهو معجزة و منهج أنزله الله عز وجل لهذا النبي إلى يوم القيامة و هذه المعجزة هي التي يجب على كل مسلم أن يرجع إلى كتاب الله و أن يعتني بكتاب الله حفظا و تلاوة و أن يحرص على العمل بمقتضى هذا الكتاب و بتدبر هذا القرآن و بالعمل بكل ما أنزله الله سبحانه و تعالى عبد العزيز من الشارق يقول بالنسبة للشخص إذا سافر و قصر الصلاة هل يأتي بالأذكار بعد الصلاة عبد العزيز بارك الله فيك بالنسبة للمسافر إذا قصر الصلاة فهذه رخصة من الله جل وعلا ترخص بها على عباده قال النبي عليه الصلاة والسلام فاقبلوا رخصة الله و لذلك الرباعية تقصر إلى ركعتين فما في داعي أن المسافر يبدأ يجلس و يأتي بالأذكار لماذا؟ لأنه خففت عنه ركعتين خففت عنه ركعتين فقصرت من أربع إلى ركعتين فيعني ما الحكمة عفوا ما الحكمة من جلوسه بعد الركعتين و لذلك الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان ما يأتي بالأذكار بعد الصلوات التي يصليها في السفر صلى الله عليه وسلم بل كان ما يصلي السنن الرواتب إلا سنة الفجر القبلية صلى الله عليه وسلم كان يحرص عليه في السفر و الحضر و لذلك الإنسان إذا صلى و انتهى يقوم مباشرة في السفر عبد العزيز بارك الله فيه من الشارق يقول يعني بالنسبة لصيغة التسبيح بعد الصلاة عشر مرات سبحان الله عشر مرات الحمد لله عشر مرات الله أكبر عشر مرات يقول هل نختمها بلا إله إلا الله الجواب لا يا عبد العزيز بارك الله فيك لأن الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام مجموعة من الصيغ صيغ التسبيح أو التهليل بعد الصلوات منها أن يقول سبحان الله عشر مرات الحمد لله عشر مرات الله أكبر عشر مرات و يكتفي و يكتفي لكن قبلها يهلل يعني لما تقول أستغفر الله ثلاثا اللهم أنت السلام و منك السلام تباركت يا ذا الجلال و كرام تبدأ بتعظيم الله و تقديس الله و تمجيد الله سبحانه و تعالى هذه صيغة هناك صيغة ثانية خمسة و عشر سبحان الله خمسة و عشر الحمد لله خمسة و عشر لا إله إلا الله خمسة و عشر الله أكبر خمسة و عشر في صيغة ثالثة سبحان الله ثلاثة و ثلاثين الحمد لله ثلاثة و ثلاثين الله أكبر أربع و ثلاثين أربع و ثلاثين في صيغة رابعة اللي عليها أغلب الناس سبحان الله 33 الحمد لله 33 الله أكبر 33 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مرة واحدة يكون العدد مئة أمت الله من اليمن تسأل تقول هل صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أمتي لا تؤلف يعني لا تصل إلى عام 2000 أختي أمت الله بارك الله فيك هذا لا أصل له لا أصل له ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء من هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سئل عن الساعة يقول ماذا أعددت لها والله تعالى قال يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها ويقول جل الله يسألونك عن الساعة كأنك حفي عنها وآيات قرآنية كثيرة تبين بأن علم الساعة عند الله عز وجل وأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر علامات الساعة وأنه ما قال بأن والله أمتي لن تصل إلى الألف أو الألفين أو الثلاث آلاف هذا كله لا أصل له ولذلك كما في حديث الصغير لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله متى الساعة فسكت النبي عليه الصلاة والسلام فكرر عليه فقال ماذا أعددت لها قال لم أعد لها إلا أني أحب الله ورسوله قال أنت معا مع من أحببت أمت الله من اليمن تسأل تقول بالنسبة للجنة والنار هل هما في السماء أم في الأرض أختي أمت الله بارك الله فيك بالنسبة للجنة والنار مخلوقتان الآن باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان هذه عقيدة أهل السنة والجماعة فهما مخلوقتان الآن لا تفنيان ولا تبيدان وإنما أبديتان لا تفنيان أبدا وأن الجنة في السماء وأن النار في أسفل الأرض النار في أسفل الأرض وأما الجنة فهي في السماء والله تعالى ذكر عن الجنة فقال عرضها السماوات والأرض رزقنا الله وإياكم الجنة أمت الله من اليمن تسأل تقول هل المرأة الحائض ممنوعة من نقش اليد بالحنة وهل تشارك في مثلا الجنازة وتنظر إلى الجنازة وشيء من هذا القبيل أختي أمت الله بارك الله فيك بالنسبة للمرأة الحائض يجوز لها أن تضع الحنة سواء كانت الحنة العادية أو الحنة حنة النقش كل هذا جائز ولله الحمد ولا يؤثر على طهارتها وبالنسبة للمرأة الحائض هي ممنوعة من الصلاة ممنوعة من الصيام ممنوعة من مس المصحف ممنوعة من قراءة القرآن في قول من الأقوال وهو قول الجمهور و قول آخر قالوا يجوز لها أن تقرأ من دون مس ممنوعة من الطواف في قول الجمهور و في قول آخر بأنها غير ممنوعة و قول أقال إذا احتاجت إلى ذلك لاحظت أختي الفاضلة بقية الأشياء يجوز النبي عليه الصلاة والسلام لما ماتت ابنته زينب كما في حديث أم عطية ما سأل النساء الله إغسلنها هل من كن امرأة حائض أبدا قال اغسلنها خمسا اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك فما سأل عليه الصلاة والسلام مع توفر دواعي السؤال لأن النساء يحضن و يختلفن يعني النساء لسنا واحد يعني يحضن في وقت واحد فترك هذا النبي عليه الصلاة والسلام فدل هذا على أن المرأة يجوز لها المرأة الحائض المرأة الحائض يجوز لها أن تغسل الجنازة يجوز لها أن تشارك في تكفين الجنازة يجوز لها أن تنظر إلى الجنازة و تدعو للميتة أيضا كل هذا جائز و لله الحمد و المن و المرأة إذا حاضت عندنا أهل الإسلام لا تنجس هذا حدث يسمى حدث الدم هو النجس أما المرأة يجوز لها أن تعجن و أن تخبز و يجوز لها أن تطبخ و يجوز لها أن تفعل كل شيء لأنها طاهرة و لله الحمد قال النبي صلى الله عليه و سلم كما في الصيحين من حديث أبي هريرة سبحان الله المسلم لا ينجس و في لفظ المؤمن لا ينجس فالمسلم و المؤمن لا ينجس و لله الحمد فإذا كان عندكم شيء من العادات فهذه خرافات أن المرأة و الله الحائض لا تنظر إلى الجنازة و المرأة الحائض لا تشارك في الجنازة حاولوا أن تصحعوا مثل هذه المفاهيم حمزة عفوا أهمت الله قالت يعني تريد توجيه رسالة لحمز يا حمزة بارك الله فيك السؤال الذي وردني بأن أنت اشتريت قهوة البن اشتريتها بثلاثة ملايين و بعدين حصل انهيار في العملة و حصل يعني ظروف اقتصادية سيئة في البلد كما فهمت حتى وصل يعني السعر الثلاثة مليون إلى عشرين ألف أو نحو هذا الرقم هي الآن السؤال هل تزكي أم لا يا حمزة بارك الله فيك بالنسبة أولا لعروض التجارة تجيب فيها الزكاة بشرطين الشرط الأول إذا كانت عروض التجارة قد بلغت النصاب و حال عليها حول وهو سنة أشهر 12 شهر عربي قمري حال على عروض التجارة يجب على الإنسان أن يجرد ما عنده بسعر البيع و يخرج زكاة أما إذا كان الشخص اشترى بضاعة أو عنده تجارة ثم كسدت و أنا سألت الأخت أمت الله ثم كسدت بمعنى أصبحت السلعة هذه لا قيمة لها و لا يمكن للشخص أن يبيعها لأنه إذا باعها سيترتب عليه خسائر كثيرة فالشريعة تمنع أن تجمع على المسر المفسدتين أو ضررين أبدا و لذلك يا حمزة بارك الله فيك إذا كنت أنا قد فهمت السؤال الذي وردني على أن بضاعتك الآن ثلاثة مليون ما تسوى إلا عشرين ألف و أنت الآن وضعتها في المستودعات وضعتها خزنتها ما تريد أن تبيعها لأن خسارة فادحة و كبيرة لا زكاة عليك فيها و لله الحمد و المن تفضلوا طيب يلا إبو إبو إبراهيم إبو إبو إبراهيم حالو تفضل إبو إبو إبراهيم السلام عليكم عليكم السلام و شكرا الله يا بالحال شيخ مرحبا إبو إبو إبراهيم شيخ بغيت أطلق سال الله أخليك تفضل طبعا أنا عندي مقتب عقار و بعت تقريبا لشخص من الجنسية السعودي بغضلق ثلاث ملايين مهمتشة عندك مكتب عقار و عطيت شخص ثلاثة مليون لا بعده بقنا بيت عليه بعت بيت بعت عليه بغضلق ثلاث ملايين نعم و طبعا و طبعا رحنا قلنا لتقب البيت هذا مهجور من مدد كده و بيتكلف عليك بصير صيانة البيت و لا شيئا قال لا أنا مو بشكل أنا قابل بشيء وهذا و أنا أبغي البيت نعم صار و غير البيت بسمه و كل شيء و بدلناه و جاب و دفاعه المستاج طبعا روحنا خذنا فقط عن حق ما عملت المكتب بس طيب نعم يعني ما أخذنا من شيء فقط ما عملت المكتب نعم كم اللي هو المكتب خلال فلوس مهم كل اللي خدم منه بس لا غير على قشف عنه البيت بلصيانة تكريبا تحوق الاربع مئة و خمس مئة ألف اي هذا الكلام متى حصل بعد شهر و لما غير البيت بسمه و راح لاب مقاول و بيصلح البيت قلت لي يا أخي يا ودي الحلال أنا بالأول بحنتك و أنا قلت لك هذا البيت بيتكلف عليك بلصيانة البيت هذا مهجور ثالث السنوات مهجور و البيت مع العتام كان وهم متفقين والحين اتفقوا و باعوا البيت قال لي أنا بغالبي قلت تبغى البيت توكل على طي أنا ما بجبرك نه أنت وقدم تبغي البيت هذا خذ البيت توكل على ثالث رجع بالمبلغ و اتفق مع العراء على البيت و كل شيء وسلم المبلغ و راحوا و صوينا البيت باسمه و كل شيء لما يعني قال لي لأ البيت هذا يبغى للسيارة و يبغى للسيارة و يبغى للسيارة و قلت لك هذا البيت بكلفة صيارة يبغى للسيارة يعني أنا ما أتحمل أي مسؤولية الحين قال لا أنا لازم ترجعون و أنت تقول لأ أنت بأني أنا عطيتك كل ما في البيت من العيوب و أنت رضيت بهذا أيوة أنت بروحك رضيت شاء الله أبشر أبشر تسمع الجواب أبشر مرحبا مرحبا من فرقد و عليكم السلام و السلام الله بخير مرحبا أختي الله يقضى عليك شيخ ما حكم شهادة الزور في أناس طلبوا للإدلاب بشهادتهم في المحكمة طلبهم القاضي و لما دخلوا على القاضي فشهادتهم كانت شهادة الزور و حلفهم بكتاب الله فما الحكم فيها الله المستعان شعال فرقد مرحبا أختي طيب الأخت أمت الله من اليمن بارك الله فيها تقول يعني سمع تقول في ناس يقولون بأن في مكة منطقة الحرم غير المسجد الحرم تقول بأن خارج المنطقة هذه موحشة ليش يقولون بأن هذه بقايا من آثار قريش هكذا يقولون بخلاف المدينة فإنها منورة لأن النبي سلام دخلها و قال الناس طلع البدر علينا يا أخت أمت الله بارك الله فيك أولا بالنسبة لهذا الكلام ما فيه دليل لا من قرآن ولا من سنة هذا الأمر الأول والأمر الثاني الواقع يكذب ذلك الواقع يكذب ذلك فمكة المكرمة شرفها الله عز وجل هي أفضل بقعة على وجه الأرض أفضل مدينة على وجه الأرض مكة المكرمة المسجد الحرام و ما حوله الذي بارك الله عز وجل فيه و ما حوله و لذلك قول والله المناطق الأخرى لأن قريش خير صحيح قريش كانت تسكن بجوار الكعبة قريش كانت تسكن بجوار الكعبة بيت أبو جهل كان مسافة قريبة من الكعبة بيوت سناديد قريش كان قريب من الكعبة فهذا كله كلام خرافي كلام عفوا من الخرافة كلام من الخرافة لا يجوز الإنسان أن يصدق مثل هذا الكعبة و الواقع يدل على أن مكة الله مبارك يعني يمكن المدينة الوحيدة في العالم فيها هذه الحركة و فيها هذا النشاط و فيها هذا الخير الموجود لله الحمد المسجد الحرام المسجد الوحيد الذي لا يغلق المسجد الوحيد الذي لا يفرغ ولا يفضى لذلك تلفاظ لا شيروا من أذهانكم مثل هذه الخرافات و هذا الكلام و أنه و الله مكة في مناطق موحشة لأنه تبع قريش أو أنه قريش كانت فيها أو كانت هذا الكلام الأصنام كانت على الكعبة الأصنام 360 صنم كانت موجودة حول الكعبة و فوق الكعبة و داخل الكعبة و لذلك لما دخل النبي عليه الصلاة و السلام مكة في سنة ثمانية من الهجرة في رمضان طحر الكعبة من الأصنام و كان يأتي بالسهم أو القدح و يضرب الصنم و يأتي على وجه و يقول و قل جاء الحق و زهق الباطل و أن الباطل كان زهوق أما المدينة فهي مدينة النبي عليه الصلاة و السلام المدينة النبوية و لذلك النبي عليه الصلاة و السلام لما هاجر من مكة إلى المدينة قال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد كحبنا مكة أو أشد و كان يقول هذه طابة هذه طيبة أما قضية أنه والله لما هاجروا قالوا طلع البدر هذا غير صحيح تدرين يا أختي أمت الله متى قالوا هذا النشيد طلع البدر علينا ما قالوا لما هاجر النبي عليه الصلاة و السلام من مكة إلى المدينة قالوه لما رجعنا و سلم في السنة التاسعة أو الثامنة سنة التاسعة من الهجرة من تبوك لما ذهب إلى تبوك لملاقات الروم و قد صرفهم الله لأن النبي عليه الصلاة والسلام نصر بالرعب مسيرة شهر فرجع استقبله الناس طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وين ثنيات الوداع؟ ثنيات الوداع جهة تبوك وليس جهة مكة لذلك ذكر أهل العلم من أهل التحقيق على أن هذه الأبيات إن صحت إن صحت فإنها تشير إلى أنه قيل لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك في السنة التاسعة بعدما نصره الله سبحانه وتعالى وليست هي في بداية هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مذكور في بعض كتب التاريخ أبو إبراهيم من الشارق يقول أنا عندي مكتب عقاري جاءني شخص يريد بيت عندي بيت لأيتام بعت عليه بثلاثة مليون قلت له بأن البيت هذا مهجور من فترة طويلة البيت يحتاج إلى الصيانة يحتاج إلى يعني تكاليف كثيرة قال أنا راضي بهذا الشيء وقابل بهذا الشيء يقول بعدين جاء وشاف البيت وأهله شافوا البيت وبعدين جاني يقول لا البيت فيه يحتاج إلى الصيانة بين 400 إلى 500 ألف ويريد أن يرجع البيت ما الحكم أبو إبراهيم بارك الله فيك ورضي الله عنك طبعا هذه المسألة أنا سأذكر لك يعني جواب لكن هذا لا يعني هو الجواب النهائي مثل ما يقولون وإنما هذه خصومة قل لهذا الرجل يلجأ إلى المحكمة هذا الرجل الذي يعني بعته وأخذت النسبة أنت قل له إذا كان عندك شيء فالمحكمة هي التي تفصل بيني وبينك لأنه خصومة هذا إذا ما رضي هذا إذا ما رضي على ضوء ما ذكرت على ضوء ما ذكرت تقول له أنا وإياك المحكمة وما يحكم به القاضي أنا حاضر أما الجواب على سؤالك إذا كنت يا أبو إبراهيم قد قلت له يا فلان هذا بيت مهجور هذا بيت لأيتام هذا بيت يحتاج إلى الصيانة فهو قال أنا ما عندي مشكلة أنا قابل بهذا البيت أنا على استعداد أني أعمل أي شيء ووقعت العقد وانتهيته على ضوء ما ذكرت في كلامك ثم عاد هو يقول لا والله البيت أنا اكتشف في أشياء وكذا وكذا ليس له سبيل إليك أنت كنت أمينا وواضحا حسب ما ذكرت وكنت يعني نصحته وبيّنت له بأن هذا البيت تحتاج إلى الصيانة وأن البيت مهجور وقال لك أنا راضي إذا نتحمل هذا الأمر هو الذي يتحمل هذا الأمر والله يقول لك لا أنا مصر على إرجاع البيت قل له يقضي بيننا القاضي بارك الله فيك نعم نعم طيب أم فرقد من الشارقة بارك الله فيها تسأل تقول ما حكم شهادة الزور في المحكمة تقول القاضي طلب شهود يعني وذهبوا وحلفهم وشهدوا شهادة الزور أختي أم فرقد بارك الله فيك شهادة الزور من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام ومن قبائح الخطايا نسأل الله العافية والسلام ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم صح عنه أنه كان جالسا بين أصحابه وكان متكئا فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين قال الراوي ثم كان متكئا ثم جلس فقال ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور وفي لفظ قال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور يقول الراوي فما زال يكرر وحتى قلنا ليته سكت رحمة بالنبي عليه الصلاة والسلام هذا من أدب الصحابة لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام يعظم شهادة الزور وقد جلس الشرك بالله أعظم من شهادة الزور عقوق الوالدين عظيمة أيضا لكن النبي عليه الصلاة والسلام جلس بعدما كان متكئا وصار يكرر ولا يسكت صلى الله عليه وسلم والناس حتى الصحابة قالوا ليته سكت رحمة بالنبي عليه الصلاة والسلام فشهادة الزور من الكبائر والذي يجعلها من الكبائر لأن شهادة الزور تستحل بها الدماء والعياذ بالله فكم من دم أريق بسبب شهادة الزور شهادة الزور تنتهك بها الأعراض كم من شهادة الزور والعياذ بالله هتك بها عرض شهادة الزور تأخذ بها الأموال المعصومة فكم من شهادة الزور والعياذ بالله يعني قادت إلى أخذ أموال وإتلاف أموال شهادة الزور والعياذ بالله سبب من أسباب تشويه سمعة كثير من الناس لحقد و لحسد و لكراهية و غير شريفة شهادة الزور من عظائم الذنوب نسأل الله العافية و السلام و لذلك عظمها النبي عليه الصلاة و السلام و هذا الذي شهد شهادة الزور يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل و التوبة إلى الله أولاً يقلع عن هذا الذنب و لا يعود إلى هذا الذنب أبداً ثانياً يندم على هذا الذنب لأن الندم توبة يندم و يبكي و يذيب نفسه حزناً كون أقدم على مثل هذا الأمر ثالثاً ألا يعود الإقلاع و ألا يعود إلى هذا الذنب أبداً لا يعود إلى مثله و لا إلى بقية الذنب رابعاً أن يكذب نفسه كيف يكذب نفسه؟ يرجع إلى القاضي و يقول أنا شهدت شهادة الزور و أنا بين يديك افعل بي ما تشاء و إلا لا توبة له حتى يكذب نفسه حتى يكذب نفسه على أي شيء شهد عليه و يتحمل ما يترتب على إكذاب نفسه عند القاضي و أما إذا أبى فسيلقى الله عز وجل و العياذ بالله و الله غاضب عليه و الله يلعن مثل هذا النوع من أصحاب الذنوب نسأل الله العافية و السلام أم عبد الله تفضلي أم عبد الله أم عبد الله من أبو ظبي تفضلي تفضلي أختي عليكم السلام يا شيخ طول الله بالأمر أندي سؤال نحن كلنا بشر كل إنسان عنده قرين نحن نحمل معاني للشيطان قرين جني كافر نحن حين اللي أنا بغيت أشكح له سمعت وبغيت تنصح للي مثل حين نحن يمكن نصلي و نقرأ قرآن فيه الناس يعني نصلي و نقرأ قرآن و يذكرون الله دائم يحمون نفسهم من هذا لكن اللي لاهن عن الصلاة اللي لاهن عن ذكر الله اللي لا مصلي في الترتيب اللي لا مصلي في وقته كيف يتصرفون مادام أنتم هذا يمشي معاهم في شيطان دمين يتسافر إن شاء الله يا عبد الله شكرا مرحبا مرحبا طيب أم عبد الله بارك الله فيها تقول يعني معلوم بأن كل إنسان معه قرين وجني و هذا القرين كافر تقول يعني نحن الحمد لله نصلي و نقرأ القرآن لكن هؤلاء الذين يعني لاهون عن الصلاة و شي كيف يتصرفون إذا كان الجني معهم أخت الفاضلة مع عبد الله أنت جاوبتي على هذا السؤال أنت قبل قليل جاوبتي على هذا السؤال قلت الحمد لله نحن نصلي و نذكر الله و نقرأ قرآن طيب وش الفرق بينك و بينهم ها أنت عندك إيمان قوي هم ما عندهم إيمان قوي أنت غلبت الشيطان و غلبت القرين صليين تقرأين قرآن صومين تذكرين الله عز و جل الشيطان أنت أخزيتيه و أضعفتيه و أنضيتيه و قال لي لي ما يسوي شيء لكنهم لا الشيطان هو اللي يراكبهم هذا الجواب اختي الفاضل أولا القرين لا يلزم بالضرورة أن يكون 24 ساعة مع الإنسان فهمتي القرين ما يلزم يكون مع الإنسان 24 ساعة القرين نعم ما من إنسان إلا و معه قرين يقيل للنبي عليه الصلاة والسلام و أنت يا رسول الله قال نعم و أنا إلا أن الله أمكنني منه فأسلم فأسلم قيل أسلم دخل في الإسلام و قيل فأسلم أنا منه أسلم من شره هذا الأمر الأول فالقرين ليس بالضرورة أن يكون 24 ساعة مع الإنسان الثاني القرين قد يكون مسلم و قد يكون كافر لكن نحن ما نعلم هؤلاء هؤلاء الجن ما نعلمه فقد يكون من الناس من عنده و قرين يعين على الخير تشوفين بعض الناس الآن سبحان الله يستيقل على الفجر من دون منبه يقول ما أدري حسيت كأن في شيء جلسني قد يكون القرين هو اللي صحى على صلاة الفجر و يكون مسلم مثلا واضح التنبيه أحيانا يشعر به الإنسان و قد يكون كافر الأمر الآخر أختي الفاضلة الشيطان ضعيف متى عندما يكون عند الإنسان إيمان و تقوى و مخافة لله و عمل صالح الشيطان يذوب كما يذوب الملح في الماء أمام الإيمان أهل الإيمان إن كيد الشيطان كان ضعيفة صحيح هذه الآية سيقت في مقابل قد قوة الله عز وجل لكن الله تعالى يمنح المؤمن إيمان يتقزم أمام الشيطان و القرين و لذلك قال الله جل و علا و من يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين فالذي يبتعد عن ذكر الله طبيعي أن يسلط عليه الشياطين الإنسان كلما ذكر الله عز وجل كلما ابتعد عنه الشيطان الآن الأذان و هذا هو الأذان و الإقامة يفر منهما الشيطان فرار عجيب و خوف كيف الإنسان اللي دائما على ذكر الله عز وجل فأنت يوم عبد الله جاوبتي تقول الحمد لله نحن نصلي و نقرأ قرآن و ش اللي خلاكم تصرعون القرين و تغلبون القرين الإيمان و تقوى الله و أنتم استجابتم لله اللي ما يصلون و اللاهين هؤلاء هم اللي فتحوا الأبواب على الشيطان فتحوا الأبواب للشيطان يدخل عليه فلذلك إذا أراد الإنسان أن ينجو من هذا يتق الله و يخاف الله و يراقب الله سبحانه و تعالى و يعمل العمل الصالح مؤمنا بالله و متبعا لرسول الله صلى الله عليه و سلم ها خلصنا طيب طيب انتهى وقت البرنامج مع انتهاء وقت الأسئلة ألتقيكم غدا على خير بحول الله السلام عليكم و رحمة الله و بركاته فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر